موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية امفنت كتمشاهدين اعلا بكم قال نايبو البريطاني ليام فوكس سامسين ان على المملكة المتحدة تقدم كامل دعمها للمغرب وتعترف بسيادته على الصحراء واصرح فوكس في حديث صحفي انه قبل زيارته للمغرب وجه رسالة خطية للوزير البريطاني في شؤون الخارجية دافيد كاميرون قصد اثارة انتباهه لتأخر من قبل المملكة المتحدة بشأن هذه المسألة مقارنة مع الولايات المتحدة واضاف انه يتعين علينا تقديم كامل دعمنا للمغرب والاعتراف بسيادته على الصحراء مشيرا الى انه بغض النظر عن الفرص الاقتصادية التي يتيحها فانه عنصر مهم لاستقرار وامن المنطقة واعتبر ان الاعتراف البريطاني بمغربية الصحراء مهم ايضا في مكافحة الهجرة غير الشرعية موضحا ان هذا الاعتراف يتصق بالتالي مع الشراكة رابح رابح وقال فوكس انه من خلال رسالته اراد اثارة انتباه السيد كاميرون الى هذا الملف بمجرد توليه المنصب وكذا الى اهمية هذه المسألة بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين في موضوع اخر يحتضن مستشفى الفربي بوجد حملة جراحية انسانية لفائدة ازيد من 90 طفلا يعانون من تشوهات خلقية على مستوى الوجه باقي التفاصيل في التقرير لرغدة قابلي بمدينة وجدة تم تنظيم حملة جراحية انسانية لفائدة حوالي 90 طفلا يعانون من تشوهات خلقي على مستوى الوجه لسيما شق الشفى وشق صقف الحلق جينا هنا باش نستفدو هاد المرة ان شاء الله من عملية ديال صقف لها ونتمنوا انا هاد دوس عندها تشوه خلقي انت الشفى وصقف لها وكانت ديجا درت العملية اللولة لحسب الشنافة ومتبعة مع اسمايل ديالوجدا الحمد لله لقينا نتيجة الحمد لله لها نتيجة جد مفرحة الحملة تسعى لإعطاء الأمل لآباء وأمهات الأشخاص الذين يعانون من تشوهات خلقية في الوجه وكذا إعادة البسمة على وجوههما نحن يدارين في البرنامج جينا بما سنساعدوا 90 طفل بين 85 إلى 90 طفل سنتمنى ونفوتوا الوبجيكتيف جينا اللي هو 85 ونوصلوا إلى 90 طفل ولا أكثر هذه الحملة الإنسانية مستمرة إلى غاية الثالث عشر يناير الجاري وتتم بمشاركة فريق طبي يتكون من تسعين متخصصا صحيا ومتطوعا من ثلاثة عشر دولة بما فيها المغرب شكل موضوع داء السل والحالات السريرية محور النسخة الأولى من الأيام العلمية التي نظمها المعهد العالي للمهن التمريدية والتقنيات الصحة بمدينة الداخلة بقى التفاصيل مع سوكي نمسوية داء السل والحالات السريرية موضوع شكل محور النسخة الأولى من الأيام العلمية المنظمة من قبل المعهد العالي للمهن التمريدية وتقنية الصحة بالداخلة قد تم اختيار هذا اليوم الدراسي موضوع السل وهو يعتبر موضوع الساعة وسيمكن هذا اليوم الدراسي من تحسين تكوين العلمي لأطر الصحية على مستوى المعهد وكذلك تحيين المعلومات لدى الأطر الصحية المشاركة التظاهرة العلمية تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على داء السل والتعريف بمخاطره وطرق علاجه والحد من وطيرة انتشاره تزامنا مع تنزيل المخطط الاستراتيجية الوطنية 2024-2030 للوقاية من داء السل ومكافحته المداخلة كانت في نفس الإطار اللي هو داء السل وحقوق الإنسان لأنهم تعرفوا بعض الأمراض اللي عندها روابط حقوق الإنسان اللي كانت تعاني من الوصم ومن التمييز لهذا كانت المداخلة مركزة بشكل أكبر بحد ذاته ولكن على علاقته بحقوق الإنسان هو يوم التحسيسي للبوبلسيون اللي كانت في مدينة الداخلة نظر الاتفاع ديال الابوبلسيون هنا فالدغنية استاتيستيكة اللي داروا في هذه المدينة كي يوحيوا بأن هذا الداء السل هو في ارتفاع فما بين 2015 ل2021 ترى واحد تغيير اللي هو كبير فالارتفاع ديال حالات في المدينة في الرجيون ديال الداخلة واد الدهب كانت من 47 حتى 167 حالة خلال هذا اللقاء تم التأكيد أن داء السل لا يزال يمثل تحديا عالميا للصحة مما يستوجب معه نهج مقاربة شميلة في مجال الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج الفعال من خلال الاستثمار في الأبحاث والتحسيس والولوج إلى علاجات ذات جودة جرى يوم الصبت بدارية البيضاء تقديم قصص نجاح تروي مسيرة العديد من المهنيين والشباب المغاربة المشاهير وذلك خلال ندوة نقاشية تهدف إلى تسجيع طلب الشباب على التشبث بأحلامهم باقي تفاصيل مع هناء حجي قصص نجاح تروي مسيرتهم، تجاربهم في الحياة ومصاراتهم الملهمة إنهم مهنيون وشباب مغاربة مشاهيرة عرضت حكاياتهم في ندوة نقاشية تهدف إلى تشجيع طلبة الشباب على التشبث بأحلامهم الهدف من هذا الإفنمان هو أن نحفظ التفكير للشباب الحدث نظمه نادي تدكس التابع للمدرسة العليا للصناعات النسيج والألبسة وسيرهم متحدثون مشهورون حول النقاش والتبادل والتأمل مع تسليط الضوء على تجارب الحياة والمصارات ودعوة الشباب إلى التحلي بالمثابرة والصبر والشغف وفي رحاب هذا المدرج شباب طموح وشبات طموحات استمعوا بكل شغف للقصص المعروضة طلبا في الاستفادة منها والعمل على تطوير ضواتهم أفد رئيس جمعية مستورد سيارات بالمغرب عادل بناني اليوم بدار البيضاء أن المبيعات الإجمالية للسيارات الجديدة بالمغرب بلغت 161.514 خلال سنة 2023 مقابل 161.410 سيارات في سنة 2022 هذا وتطرق سيد البناني خلال ندوة صحفية خصوصة لحصيلة سوق السيارات بالمغرب في سنة 2023 لتعقيد سياق الماكرو اقتصادي الذي يؤثر على الطلب وعلى الانتعاش التدريج للعرض بما أدى إلى ارتفاع طفيف في المبيعات بالنسبة 0.1% على أساس سنوي هذا وأوضح أنه في إجمال مبيعات السنة بلغت حصة السيارات الخاصة 145.292 وحدة مقابل 143.186 في سنة 2022 بينما بلغت حصة السيارات النفعية الخفيفة 16.212 مقابل 18.224 قبل سنة دوليا تسببت تساقطات الأمطار القوية في البيرو إلى وقوع فيضنات تسببت في انقلاب شاحنات وانجرة في بعض المنازل مما دفع الساكنة إلى إخلاء المنازل والابتعاد عن المناطق التي تشهد انجرافات وسيول قوية باقي التفاصيل مع هنا حجي هكذا بدأ المشهد بعد عصفة قوية وأمطار غزيرة تسببت في انقلاب هذه الشاحنة وانجرة في أخرى ليست الشاحنات فقط بل حتى الساكنة والأراضي الزراعية والمنازل هي الأخرى لم تسلم من الفيضانات إذ انجرفت جزئيا أو كليا المواطنون سارعوا في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذها وإخلاء الأماكن الخطرة التي تشهد انجرافات قوية هذه الأخيرة ناتجة عن ظاهرة النينو المناخية وهي نمط مناخي طبيعي في المحيط الهادئ الاستوائي يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح البحر عن المتوسط ولها تأثير كبير على التقس في جميع أنحاء العالم ما يؤثر بدوره على مليارات الأشخاص ويمكن لهذه الظاهرة أن تتسبب في جفاف شديد وانعدام الأمن الغذائي مثل ما يمكن أن تكون سببا في الأمطار الغزيرة والفيضانات تطالب سلطات الأسترالية مياه المواطنين بإخلاء منازلهم جراء الفيضانات كما طلبت من المواطنين والسياحة المغادرة على الفور مع ارتفاع منصوب مياه الفيضانات إلى مستويات خطيرة بقى التفاصيل مع رغد قبولي السلطات الأسترالية طلبت مئة المواطنين بإخلاء منازلهم بعد أن غمرت الفيضانات أجزاء من ولاية فيكتوريا في ذل استمرار سوء أحوال التقس جنوب شرق البلاد وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات طلبت من المواطنين والسياحة المغادرة على الفور مع ارتفاع منصوب مياه الفيضانات إلى مستويات خطيرة فيما تم إصدار تحذيرات متعددة من الفيضانات والعواصف الرعضية في جميع أنحاء فيكتوريا حيث غمرت الفيضانات الشوارع من جانبها أعلنت خدمة الطوارئ بولاية فيكتوريا عن إنقاذ ثمانية وثلاثين شخصا من الفيضانات بينما من المتوقع أن يصل هطول الأمطار في الشمال شرق فيكتوريا إلى أكثر من مائتين ميلي متر وبدورها تحدثت تقارير صحفي عن تلوث نظام إمداد المياه المحل في جنوب شرق فيكتوريا بعد تحذير السلطات من شرب مياه الصنبور نعود مشاهدين للخبرية الوطنية حيث شكل موضوع الفيلم الصحراوي الحصيلة والتحديات محور لقاء تواصل نظامة فيدرالية مهني السينما وسمع البصر بالصحراء بدار الثقافة ومستعد بالعيون نتابع تقرير شماء بكة بعد مرور سنة على تأسيسها فيدرالية مهني السينما والسمعي البصر بالصحراء تعقد لقاء تواصلية لاستعراض وتدارس حصيلة الفيدرالية حصيلة تميزت بتتويج سبعة أفلام وثائقية حسانية بـ 23 جائزة في مهرجانات سينمائية دولية ووطنية خلال سنة 2023 إلى جانب حصول 19 تقنيا منضويا تحت لواء الفيدرالية على البطاقة المهنية في مجالات الإخراج والتصوير والصوت احتفاءا بالذكرى السنوي الأولى لتأسيس الفيدرالية ثم لمناقشة ماذا حققته خلال السنة الفارطة ووضع خارطة عمل للسنة الحالية من خلال تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية بحول الله وتنظيم أحداث سينمائية كبيرة منها ما نشتغل عليه تنظيم مهرجان سينمائي كبير وتم بهذه المناسبة تطرق الفيدرالية إلى برنامج سنة 2024 وإعداد خارطة الطريق تهم بالأساس إحداث أكاديمية لتكوين تابع للفيدرالية وأكد تنظيم مهرجان سينمائي دولي بمدينة العيون رياضيا نعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن تعيين المدرب دوري فالد جونيور للإشراف على العارضة الفنية المنتخب البرازيلي بقي تفاصيل مع خالد بدو إنه حلم شخصي تحول إلى حقيقة بهذه الكلمات عبر الربان الجديد للمنتخب البرازيلي دوري فالد جونيور عن سعادته بالإشراف على العارضة الفنية لمنتخب السلساوة بعد رحيله رسميا عن فريقه سو بولو البرازيلي النادي البرازيلي أعلن عن رحيل مدربه عن الفريق بعدما نشر النادي في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانا أكد من خلاله طلب جونيور دوري فال إعفاءه من مهمة تدريب الفريق من أجل الالتحاق بكتيبة السلساوة وكان الاتحاد البرازيلي قد أقال المدرب المؤقت فرناندو دينيز من منصبه مؤكدا أن دوري فالد هو المرشح الأول لهذا المنصب بعدما أخفق الاتحاد البرازيلي في التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشلوتي الذي اختار تمديد عقده مع ريال مادريدا الإسباني وسبق لدوري فالا نجح في قيادة فلامينغو البرازيلي للتتويج بلقبي كأس البرازيل وكأس لبيرتادوريس عام الفين واثنين وعشرين قبل الانتقال لتدريب ساوبولو الذي قاده هو الآخر إلى إحراز لقب كأس البرازيل في الموسم المنصرم ومع اقتراب كأس الأمم الأفريقية كان الفين وثلاثة وعشرين كشفت كود ديفوار نقاب عن بنية تحطية جديدة للرياضة والطرق بما في ذلك العديد من الملاعب الجديدة والمحدثة تفاصيل وفف التقليل سلم العبدالعوي مع بداية العد التنازلي لبطولة كأس أمم أفريقية الفين وثلاثة وعشرين تتجه أنظار عشاق الصحرة المستديرة إلى كود ديفوار التي تحتضن النسخة الرابعة والثلاثين للحدث الأفريقي الكروي الأهم في القارة من الثالث عشر يناير الجاري إلى الحاد عشر فبراير المقبل كود ديفوار تسعى إلى أن تكون هذه النسخة هي الأجمل من كأس أفريقيا ستة ملاعب بمواصفات عالمية افتتحها بلد الأفيال المقاعد الفارغة وغرف اللاعبين الهادئة جاهزة لضوضاء البطولة القارية الملاعب ستستقبل ما بين عشرين وستين ألف متفرج في المباراة الواحدة من جميع أنحاء العالم الملاعب الإفوارية توزعت بين المركز الاقتصادي أبيد جون والعاصمة يامو سوكرو وكورهوغو وسان بيدرو وبواكي باستثمارات تجاوزت مليار دولار وتشمر تهيئة الطرق السيارة الجديدة ومرافق الإقامة المحدثة لتدبيد التدفق السلسي المشجعين من أربع وعشرين دولة مشاركة أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم رحيل الأسطورة الملقب بالقيصر فرانس بيكنباور بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990 أمس الأحد عن عمر يناهز 78 عاما ويعد بيكنباور إلى جانب البرازيل الذي رحل قبل أيامي ماريو زاقالو الفرنسي دي جي دي شون أحدث أو أحد ثلاث شخصيات رياضية فقط تمكنت من الفوز بكأس العالم كلاعب ومدرب وقاد ألمانيا الغربية للفوز بلقب كأس العالم 1974 على أرضها عندما تغلبت على هولندا باثنين لواحد في نهاي ميونيخ ثم قاد كمدرب الفريق الذي فاز على الأرجنتين بهدف للا شيء في روما لرفع الكأس في إيطاليا 1990 نهاية ونشر لليوم مشاهدينا نشكر لكم طيبة المتابعة في أمل الله